لكن زي ما احنا عارفين يا جمانة كل حاجة حلوة دايماً بيكون لها يعني أعداء النجاح أو يعني قوة الشر اللي دايماً بتتربص وقفالك بالمرصاد علشان خاطر تضرب أي حاجة أنت بتعمليها وتشكك في أي حاجة أنت بتعمليها ويمكن ده اللي حصل مع كابتانو مصر كابتانو مصر اللي انطلق تقريباً الأسبوع اللي قبل اللي فات ومجرد ما انطلق ويلقى رواج كبير جداً لأن في مجموعة من يعني أقول المحتلين اللي بدأوا اللي هما يروجوا اللي هما تابعين لهذا البرنامج أو وكلاء لي عشان كده الشركة المتحدة خرجت بيان بالأمس البيان بيقول إن هذه البيان بيؤكد برنامج كابتانو مصر الاكتشاف المواهب الكروية إنه لا توجد أي أكاديميات أو مدارس أو كاشفين أو وكلاء لعبين تابعين للبرنامج من قريب أو بعيد كابتانو مصر برنامج تنتج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بالاشتراك مع وزارة الشباب والرياضة لاكتشاف المواهب الكروية في كل محافظات مصر ومجاناً دون مقابل وتحذر كل من يستخدم الاسم أو اللوجو أو يربط اسمه بالبرنامج لاستغلال المواهب وتضليل أولياء الأمور لاستخدام أبنائهم في الاشتراك بأي أكاديميات أو مدارس كروية تحت اسم كابتانو مصر ونشدد أن البرنامج لا يهدف للربح وإنما اكتشاف المواهب عن طريق خبراء من وزارة الشباب والرياضة فقط لتقدمهم للمجتمع وعن طريق اختبارات يتم الإعلان عنها في القنوات والمنصات التابعة للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وستتخذ إدارة البرنامج كافة الإجراءات القانونية ضد استخدام اسم وشعار البرنامج في منصات التواصل الاجتماعي للنصب على المواطنين وإهمهم بأنهم يستطيعون ضمهم لبرنامج كابتانو مصر أو تسويقهم مقابل تحصيل أي مبالغ مالية الاختبارات تمت إجراءها بالفعل وفق الأيام المعلنة وبإشراف اللجنة العلمية بوزارة الشباب والرياضة وفي مراكز الشباب الرياضية وذلك منذ فترة وموعيد الاختبارات القادمة سيتم إعلانها من خلال الصفحة الرسمية الموطقة بالعلامة الزرقاء لكابتانو مصر ومنصات المتحدة للخدمات الإعلامية ترجمة نانسي قنقر